موسيقى نشرة سابعة من البيادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها موسيقى واشنطن تفرض خيودا جديدة على تصدير تقنيات قد تستخدمها جيوش روسيا والصين وكوبا ودول أخرى موسيقى الجيش الإيراني يرصد غواصة مجهولة قبل اقترابها من منطقة مناوراته ويجبرها على المغادرة سريعا موسيقى لافروف يحذر من سياسات واشنطن وحلفائها في المنطقة ويصف تصرفاتهم كالفيل في متجر لبيع الأطباق موسيقى أمم المتحدة تحذر من مجاعة غير مسبوقة في اليمن نتيجة تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية وهو برنامج الأغذية العالمية يصفه بحكم إعدام بحق اليمنيين موسيقى ترجيحات بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في أيار مايو المقبل والرئاسية بعدها بشهرين موسيقى مدورو يكشف أن أليوت أبرامز عرض على زوجته الطلاق والعيش في رخاء حيث تريد لكنها أرسلته إلى الجحيم بابتسامة لطيفة موسيقى أعلنت وزارة التجارة الأمريكية تجديد الرقابة على تصدير التقنيات الأمريكية التي قد تستخدمها جيوش روسيا والصين ودول أخرى وجاء في بيان الوزارة أن مكتب الصناعة والأمن فيها فرض ضوابط جديدة على أي تقنيات أمريكية قد تدعم الاستخدام النهائي المتعلقة بالاستخبارات العسكرية الصينية والكوبية والروسية والفنزولية كما يشمل القرار تجديد الرقابة على التقنيات التي يمكن استخدامها في برامج إنشاء أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها معي من موسكو مدير مكتب الميادين سلام العبيدي قيمة هذا القرار وتأثيراته في روسيا كما في الواقع هذا القرار لا قيمة له معنويا هذا أولا لأن الولايات المتحدة سبقا اتخذت قرارات مماثلة تتعلق بصرض حضر على توريد وتصدير أنواع مختلفة من المعدات ذات الاستخدام المزدوج سواء كان للاستخدامات العسكرية أولا استخدامات كما تقول وزارة التجارة الأمريكية الآن يمكن أن تستخدم من قبل الأجهزة الخاصة ليس فقط في روسيا طبعا وإنما في الصين وفي إيران وفي كوبا وبنزولا وبعض الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة دول أماريقة أو دول تشكل تهديدا أو خطرا على الولايات المتحدة هذا من الجهة من المحيط المعنوية وروسيا خلال السنوات الماضية استطاعت أن تتخلص تدريجيا من التبعية للتكنولوجيا الغربية وتحديدا للأمريكية وهنا أود أن أذكر بموضوع مهم جدا في العلاقات بين موسكو وواشنطن تعود إلى العهد السوفيتي عندما طربت مثل هذه القيود على التعاون التكنولوجي مع الاتحاد السوفيتي السابق وارتمر حتى في العهد الروسي وذلك بذريعة أن الاتحاد السوفيتي السابق كان يمنع هجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة ولذلك تلاحظ أن الولايات المتحدة ترجع إلى نفس أساليب الحرب الباردة في التعامل مع الاتحاد السوفيتي السابق يعني تتعامل مع روسيا بنفس هذه العقلية في الحرب الباردة لكن أود أن أشير أيضا كمال إلى أن توقيت هذا القرار يوحد أنه لن يكون القرار ذا تأثير مباشر في المستقبل القريب وأنه هو محاولة لخلص الأوراث على إدارة بايدن في التعامل مع روسيا يعني خلص نوع من الإشكالية في العلاقات التي يُقترض أن تبنى بعدما جاء بايدن إلى شدة الفكم في البيت الأديط وما يقال ترامب يريد أن يصفع الباب يغلق الباب بشكل طفاظ وبشكل لافت للانتباه لكن من حيث التأثير المباشر على القدرات الاستخبارية الروسية والقدرات العسكرية لا أعتقد أن هذا القرار يمكن أن يعيق ما تريد أن تحقق روسيا في هذا المجال خاصة أن هناك بداء الكثيرة روسيا نفسها بدأت تصنع الكثير من التكنولوجيات وأيضا تتعاون مع دول طليعية في هذه الصناعات مثل أرسلين، مثل بيتنام، مثل بعض دول جنوب شرق آسيا لذلك هذا القرار هو يعني مثل كما قلت لك كمال هو فقط لخلط الأوراق على الإدارة الأميركية الجديدة يعني هو يستهدف بايدن ربما أكثر مما يستهدف روسيا ويستهدف القدرات الاستخبارية والعسكرية هل هناك سلام أي التعليقات رسمية أو تصريحات رسمية روسية أو حتى تقارير إعلامية تعلق على هذا القرار؟ كمال، بغداً لإصارة الوقت، يعني القرار الأمريكي أعلن عنه يعني في موسكو كان عملياً بعد انتهاء ما يسمى بالدوان الرسمي لكن إلى شك نتوقع يعني نتوقع على أقل تغيير يوقع تصدر بعض التعليقات والتصديرات على المستوى البرلماني ربما أيضاً تصدر تصريحات على المستوى المتحدثة باسم الخارجي عبر وصفات مصرات الاجتماعي لكن إلى شك ستكون هناك ردة ساعة رسمية روسية لكن على الرجل ستكون هذه ردة ساعة غداً كما قلت لك نظراً لتأخر الوقت هنا في موسكو العلاقات الروسية الأمريكية في عهد جو بايدن هل هناك تقديرات لشكل هذه العلاقة في المرحلة المقبلة داخل روسيا؟ في روسيا لمسوا بعض الإشارات الإيجادية رغم أنه أثناء حكم ترامب كان الديمقراطيون يتهجمون على روسيا ويتهمونها بأنها تدخلت في الانتخابات والآخرية وكانت هناك انتقادات لادعة سواء كان لروسيا أو لترامب ولكن نرى أنه بعد أن فاز الديمقراطيون في هذه الانتخابات هذه اللاجة بدأت تخف جزئياً وهذا كان واضح أن الورقة الروسية كانت تستغل بالقبل الخصوم في الولايات المتحدة للاستهلاك الداخلي لتصفية الحسابات وهذا ما كانت دائماً متؤكد عليه موسكو على كافة المساعدات حتى الرئيس الروسي كان يتكلم بصراحة بأن الورقة الروسية كانت هي ورقة شياسية تمارس من سبل خصوم ترامب يعني اللي الضغط عليه لعرقلة عمله في الإدارة الأمريكية لذلك كانت هذه الورقة ذات مازلتها لتحقيق مكاسب شياسية داخلية ولكن بعد الحبلة الانتخابية ووضوح فوز بايدن نلاحظ هناك بالعكس هناك ما لاحظ صعب الإشارات الإيجابية سواء كان ما يتعلق ببدء الحوار مع موسكو أو ما يتعلق بقضايا التوازن الاستراتيجي والأمن الدولي خاصة ما يتعلق بالأسلحة الاستراتيجية ونية الولايات المتحدة العودة إلى هذا المنق ويجراء مباحثات مع روسيا وتمييد ربما اتفاقية ستارت وأيضا هذا ينطلق على الكثير من المواقف التي كانت تثير قلق موسكو مثلا التعامل مع الملف النووي الإيراني التعامل مع قضايا الشرق الأوسط التعامل مع قضايا الأمن في منطقة الخليج كل هذه الأمور يعني يلاحظ هناك بعض الإشارات التي قد نصفها بالإيجابية وهذا يعني تمشى مع سياسة موسكو وتطلعاتها في تحقيق توازنات وفي تحقيق الأمن والاستقرار العالمي سواء كان على المستوى الاستراتيجي أو على المستوى الاقليمي سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو شكرا جزيلا لك في ربع الساعة الأخيرة من إدارة دونالد ترامب في البيت الأبيض استمروا وابلوا العقوبات وآخرها شمل شركات إيرانية بينها التي تصنع لقاحا لفيروس كورونا فما هي هذه الشركات المستهدفة وكيف يمكن تفسير استهدافها تقرير جراسيا بيطار واشنطن تحارب كل شيء في من تصفهم بأعدائها تحارب الفكرة المعارضة لها هذا هو فحوى حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق الشعب الإيراني وسنتوقف عند بعض الشركات المستهدفة أمريكيا والتي لا علاقة لها بالأمن ولا بالعسكر مؤسسة بركات المعرفية تعرف عن نفسها بأنها ذراع المقر التنفيذي لأمر الإمام الخميني في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة مهمتها هي إنشاء وتوسيع النظام البيئي والبنية التحتية لتطوير الأنشطة القائمة على المعرفة في إيران على أساس النماذج الإيرانية هذه المؤسسة العلمية الطبية الصرف تضع في حسبانها أقصى درجات الاعتماد على العلماء والخبراء المحليين بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة والمعرفة العالمية والتعاون الفعال مع المؤسسات والمنظمات النشطة في مجال العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة محمد مخبر رئيس لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني وهو مدير شركة بركات المعرفية فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات أيضا مع العلم أنه كان أحد المتطوعين الذين تلقوا لقاح كورونا الإيراني مع ابنته طيبة فما هي رسالة العقوبات هنا تحديدا يا ترى وفي استفزاز لوجدان الكثير من الإيرانيين طالت العقوبات الأمريكية مؤسسة أوستان القدس رضوي وهي مؤسسة دينية تعنى بالمشاريع الخيرية والتنموية في أنحاء إيران كافة ويشهد لدورها الكبير في دعم الفئات الفقيرة والمحتاجة داخل البلاد وتعد مع الشركات والمؤسسات التابعة لها إحدى كبريات المؤسسات الاقتصادية في إيران شركة توسعي حفار تدبير هي شركة تعمل في المجال النفطي والغازي وتسهم في رفض القطاع النفطي الإيراني بمجموعة من الخدمات المهمة في دراسات حقول النفط والغاز وتنفيذ مشاريع الإصلاح واستكمال آبار النفط والغاز في إيران والخارج هذه وغيرها من الشركات التي تختصر الفكرة والاقتصاد في إيران ليكون المستهدفة فعلياً هو الصمود الإيراني لن يتوجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى حفل تنصيبه رئيساً للبلاد في العاصمة واشنطن بالقطار كما هو مخطط وذلك بسبب مخاوف أمنية وفق وسائل إعلام أمريكية بينها الأسوشيات تبريس بايدن المعروف بتفضيله قطارات السكة كالحديدية على وسائل النقل الأخرى غير خططه بعد تزايد المخاوف من تهديدات أمنية محتملة خلال حفل التنصيب الذي يتمه في العشرين من شهر كانون الثاني يناير الحالي ويتزامن هذا القرار مع نشر ألاف العناصر الأمنية في واشنطن تحسباً لتظاهرات بالتوازي مع حفل التنصيب معنا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان هذا القرار للرئيس الأمريكي المنتخب فيما يتعلق بالتنصيب يدل على أن مستوى التوقعات والهواجس من ما يمكن أن يحدث في يوم التنصيب مرتفع جداً أليس كذلك؟ نعم كمال هناك كان اكتشاف لمتفجرات خلال يوم غزوة الكونغرس وبالتالي تم اقتال عدة متفجرات وهناك أسلحة أيضاً اكتشفت وهناك تهديدات تتم من عناصر ومن مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي لذلك هناك التهديد جدي ليس الخشية من التظاهرات الخشية من أن يكون هناك أعمال تخريبية أعمال استهداف يعني اختيالات غيرها من هذا النوع وعلى فكرة بايدن كان يتنقل عادة من ولاية ديلوير مسقط رأسه إلى واشنطن عبر القطار وبالتالي هذا كان جزء من التقليد له عملية الانتقال ستتم ربما قبل يوم من التنصيب ومعلومات رسمية بأنه تم تقديم بلير هاوس وهو المكان الذي عادة يخصص للرؤساء الأجانب أو لرؤساء الولايات المتحدة السابقين الذين يزورون واشنطن تم تقديم له وبالتالي هو أيضاً سيحظى بتدبير أمنية كافية الملفت لأول مرة أيضاً وسنتحدث عن أول مرة كثيراً في أمريكا أن المال ناشنال مال يعني المنتزه الرئيسي لأمريكا وهو الذي يفصل بين الكونغرس وبين النصب التذكاري للينكولين تم إغلاقه كان يفترض إغلاقه يوم التنصيب تم إغلاقه منذ اليوم يعني نحن نستطيع أن نقول أن واشنطن هي ساحة خالية تستعد لحرب ما وعدعاً أنه أيضاً 13 محطة قريبة من وسط العاصمة وجوارها يعني محطة قطارات الأنفاق أيضاً سيتم إغلاقها أمام الناس إذن لا يوجد إمكانية لتحركات للناس في منطقة واسعة في واشنطن مما يجعلها منطقة يفترض أن تكون المنطقة الآمنة الأكثر في العالم ولأول مرة بهذه الطريقة طبعاً هذا دليل على ما تعيشه أمريكا أنها لا تستطيع أن تنعم بما تقوله من ديمقراطية ومن أمن وسلام بالعكس هي تعيش الآن داخل نطاق الأسوار وتضطر إلى تفريغ عاصمتها باستعداداً لحرب وقلق وخوف طيب منذر على صعيد تطورات قضية عزل الرئيس دونالد ترامب أيضاً الجديد حالياً الجديد أن زعيم الأغلبية حتى الآن في الجمهورية لا يرغب في أن يتم مباشرة عملية المحاكمة لأن مجلس شيوخ يتحول إلى محاكمة إلا ما بعد تنصيب بايدن وقد يبدو هذا أيضاً ربما رؤية بايدن ولكن هي أيضاً محاولة لتأجيل الأمر وربما محاولة أيضاً من مكاناً لإقناع الحزب الديمقراطي بالاكتفاء بما جرى بالعزل يعني تقديم لائحة الاتهام المحكمة قدم الاتهام ونجحه في تقديم الاتهام وأنه لا تحاكمه فالحكم صدر عليه بخروجه من البيت الأبيض هذه محاولات ستجري من الحزب الجمهوري ولكن في نفس الوقت الحزب الديمقراطي أيضاً يعيش قلق أن بايدن لا يرغب في سيطرة ترامب وأخبار ترامب وموضوع ترامب على المرحلة الانتقالية أو مرحلة استلام السلطة هو يرغب في مجلس شيوخ أن يبدأ بالمصادقة على أضاع حكومته لبايدن لذلك يتم الآن الحديث في الكواليس بين قيادة الحزب الجمهوري والديمقراطي حول كيفية عقد جلسات مجلس شيوخ بما يخصص لموضوع العزل وأيضاً بما يخصص لإجراء الأمور الضرورية لمجلس شيوخ للمصادقة على العناصر والمسؤولين الحكوميين التي عادة يحتاجون إلى مصادقة من قبل مجلس شيوخ وهذه القصة مفتوحة حتى الآن غير معروفة إنما الواضح أن المجلس شيوخ قد يجتمع في اليوم الذي يسبق يعني في 19 شهر ولكن ليس معروفاً كيف سيكون هناك اتفاق على جدوى العمل مجلس شيوخ الذي يتحول بعد عشرين أن يصبح زعيم الأغلبية تشاك شومر وهو من الحزب الديمقراطي نعم تتغير المعادلة داخل مجلسي الكونغرس لكن منذر على صعيد السياسة الخارجية لا تزال الإدارة الأمريكية الحالية يزال دونالد ترامب يصدر قرارات في هذا المجال كان تصنيف حركة أنصار الله في اليمن كان تصنيف كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل قليل كنا نناقش مع سلام العبيدي أيضا قضية تقنيات وحضر استفادة شركات روسية وفزويلية وغيرها من هذه التقنيات على صعيد السياسة الخارجية الأمريكية لا زال دونالد ترامب أو هل لا زال دونالد ترامب حتى الآن روم كل الصعوبات التي تحيط به داخليا قادر على اتخاذ القرارات الخارجية بما فيها الأعمال العسكرية إلى آخر يوم؟ نعم هو قادر ولكن الأعمال العسكرية إذا كانت أعمال غير مبررة ومقنعة بالنسبة للقادة العسكريين هم سيتمردون على هذه القرارات ويعتبرونها غير قانونية وهذا ما أصدره يعني رئيس هيئة الأركان بالإضافة إلى رؤساء هيئة أركان الفروع المسلحة عدا عن وزراء الدفاع السابقين إذن سيكون من الصعب عليه افتعال مسألة هذه النقطة عادة ما يسمى في الدولة العميقة هي ليست بيده هو يحاربه وتحاربه وهو يخشى منها وبالتالي هناك شعور بأنه هناك من لن ينفذ أوامره أما صعيد صدور أوامر تنفيذية هذه الأوامر التنفيذية يستطيع أن يلغيها بايدن أيضا بشطحة قلم بمعنى أنه يعني كثير من القرارات التي تصدر عن بومبيو وعن ترامب هي كيدية في السياسة الخارجية سياسة بايدن الخارجية نستطيع تلمس ملامحها من العناصر التي اختارهم والعناصر التي اختارهم يعني إذا كان لي فقط من إضافة إلى ما تفضل به زميلي من موسكو سلام أنه بايدن سيقارب روسيا بكيفية ألا تكون هي دولة معادية لأوروبا أو إلى آخرين بمعنى أنه يعني سيحاول تحسين العلاقات مع أوروبا المفككة أوروبا نفسها يعني الاتحاد الأوروبي المفكك نعم ويحاول جذب روسيا قليلا بعيدا عن الصين لأنه الجوهر الأساسي في التحدي القادم الماثل أمام أمريكا ستكون الصين وليست روسيا وبالتالي سيكون هناك محاولة لعبة رغم أنه العناصر المتواجدة في إدارته عناصر هناك على صعيد مجلس الأمن القومي مستشار مجلس القومي هو معادي لروسيا بشكل تلقائي يعني وهناك كثيرين ينتحدون روسيا ولكن حقاق الدولية ستفرد نفسها سلام عفوا منذر سليمان مدير مكتب الميادين من واشنطن أشكرك جزيلا شكر الحديث عن إعداد الجيش الإسرائيلي خطة عمليات عملانية لمعالجة التهديد الإيراني قابله الكشف عن تنسيق إسرائيلي خريجي للخطوات بشأن التعامل مع إيران قبل دخول بايدن إلى البيت الأبيض تقرير منال إسماعيل ما زال الملف الإيراني حاضرا بقوة في الاهتمامات الإسرائيلية ويتصدر سلم أولويات المؤسستين السياسية والأمنية وحتى العسكرية التي تعمل على مواجهته بأساليب مختلفة فعلى خلفية إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى العشرين في المائة قالت مصادر إسرائيلية إنهم يعدون حاليا في الجيش الإسرائيلي بإعاز من رئيس هيئة الأركان العامة أفيف كخافي خطة عملانية جديدة لمعالجة ما وصفوه بالتهديد من الشرق خطة تتضمن ثلاثة خيارات ستبلور في الفترة المقبلة وستقدم إلى المستوى السياسي وهي ستستلزم زيادة تصل إلى مليارات الشواقل في ميزانية الأمن وفي ضوء الاعتقاد الإسرائيلي بأن تهران تعمل على مراكمة أوراق قوة استعدادا للمفاوضات المتوقعة مع إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة أشار محللون إلى أنهم يعتزمون في إسرائيل العمل مع واشنطن من أجل تحقيق اتفاق محسن انطلاقا من فرادية أن إسرائيل معنية بأن يتضمن أي اتفاق مستقبلي مع إيران فترة أطول من الرقابة على برنامجها النووي وتقييد البحث والتطوير النووي وتقييد تطوير وصنع الصواريخ وأنشطتها في المنطقة الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بالاتفاق النووي هو التالي نحن في العام 2021 ولسنا كما في العام 2015 لذلك على الأمريكيين الأخذ في الحسبان مواضيع لم تعالج في الاتفاق النووي كبرنامج الصواريخ الإيرانية والنشاط الإيراني الإقليمي وبموازات النية الإسرائيلية للعمل مع واشنطن إزاء إيران كشف مراقبون أن إسرائيل تنسق خطوات مع دول في الخليج فيما خصت تعامل مع تهران إسرائيل تنسق خطوات مع دول الخليج بشأن التعامل مع إيران قبيل دخول بايدن إلى البيت الأبيض انطلاقا من الفرضية الإسرائيلية التي تقول إنه إذا كان لدول الخليج وإسرائيل رأي واحد وموحد مقابل الإدارة الأمريكية فإن ذلك سيجعل من الصعب كثيرا على الإدارة الجديدة أن تواجهه وتعارضه إلى ذلك يعمل رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو بمشاركة الجهات الأمنية والاستخبارية والديبلوماسية بحسب مصادر في مكتبه على تشكيل طاقم لبلورة الاستراتيجية الإسرائيلية في المحادثات الأولية مع إدارة بايدن حول البرنامج النووي الإيراني رصدت وحدات الجيش الإيراني غواصة مجهولة الهوية حاولت الاقتراب من منطقة العمليات حيث كانت تجري مناورات في مياه بحر عمان وسواحل كانارك جنوب غرب إيران دائرة العلاقات العامة في الجيش الإيراني قالت في بيان إن الغواصة أجبرت على المغادرة سريعا ترافقها طائرات ومروحية للجيش وذلك بعدما تلقت نداءات تحذيرية أنهت القوات البحرية في الجيش الإيراني مناوراتها الصاروخية حيث تم اختبار عدد من الصواريخ وطور بذات الحديثة بنجاح المناورات تأتي بعد يوم من ضم الجيش الإيراني أضخم بارجة حاملة للطائرات إضافة إلى قاذفة للصواريخ إلى أسطوله البحري تقرير مالك عابدة من عرض البحر أو حتى من السواحل تطلق المدمرات وسفن الحربية الإيرانية صواريخها التي يقول المسؤولون العسكريون إنها قادرة على ضرب أصغر هدف عائم أو طائر أو مختبئ داخل مياه الخليج اختبار صواريخ كروز المجنحة بمذاياتها وأحجامها المختلفة كان العنوان الأبرز لهذه المناورات أما في الأعماق فنجحت غواصة فاتح ذات القدرات التكتيكية في إصابة أهدفها بطوربيداتها المدمرة إطلاق صواريخ بعدة المدى في هذه المناورات يدل على جهوزية إيران واستعداد مقاتلين وتصميمهم على الدفاع عن قيم ومبادئ الجمهورية الإسلامية على امتداد ألاف الكيلومترات وساعت إيران مدى إشرافها العسكرية وبإلحاقها سفنا حربية ومنظومات رادارية وأسلحة متطورة تطمح طهران لتوسيع جغرافيا وجودها البحرية ومعه تحذر من عواقب أي خطأ للأعداء في التقدير والحساب سنكون في أي مكان تجد فيه مصالح إيران والقوات الإيرانية تحمل هذه المناورات رسالة لأعداء إيران أنه إذا ما تم تهديد مياهنا وأرضنا وسمائنا فإننا سنرد على خطأهم الكبير بكل قوة يؤكد المسؤولون العسكريون أن قوات إيران البحرية باتت أضعف ما كانت عليه سابقا قوة لم ولن توجه إلى دول المنطقة أبدا ولكن اليد ستبقى على الزناد حتى بعد رحيل ترامب وقدوم بايدن لأسباب عسكرية وأمنية لم يكشف الجيش الإيراني عن الأسلحة والصواريخ كافة التي استخدمها في مناورته البحرية إلا أنه يحذر من أن لديه من المفاجآت ما قد يدفع خصومه إلى الندم في حال ارتكابهم أي خطأ ضد إيران ملك عابضة طهران الميادين قال قائد القوة الوحرية في الجيش الإيراني العميد حسين خانزادي أن الإيران دينا على الأمريكيين يجب دفعه وضاف خانزادي أن الأمريكيين ارتكبوا جرائم كثيرة واغتالوا عددا من الشخصيات الإيرانية أبرزهم الشهيد الفريق قاسم سليماني والعالم محسن فخري زادة وأشدد على أن الأمريكيين قلقون من أن تسترد إيران دينها منهم خلال مرحلة تغيير الإدارة وأن استعراضاتهم هي بسبب خوفهم وقلقهم إلى ذلك نقلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة من طهران إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة تؤكد فيها قرارها خفض التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة طهران قالت في رسالتها إلى الوكالة الدولية أنها لن تضع قيودا على نشاط الأبحاث والتطوير بعد الآن وأعلنت أنها باشرت العمل بتعديل المعدات ذات الصلة أو تركيبها لأغراض الأبحاث والتطوير قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا ترى أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة وفرض مخططات أيديولوجية عليها من الخارج أمر غير مقبول وخلال مؤتمر المشترك مع نظير السعودي فيصل بن فرحان عبر لافروف عن خشيته من أن ينعكس تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية من قبل واشنطن سلبا على التسوية اليمنية وأكد أن الإدارة الأمريكية الحالية تعمل على عرقلة الجهود لإجراء حوار بين إيران ودول الخليج مشيرا إلى أن نظيره الإيراني محمد جواز ظريف سيزور موسكو خلال الشهر الحالي ودعا كل من الأمين العام ووكيله للشؤون الإنسانية وممثليه إلى اليمن واشنطن إلى التراجع السريع عن تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية لأن ذلك سيؤدي إلى تفجير أقسى مجاعة عرفها العالم منذ أربعين عاما في وقت قريب لست أناقش هنا نوايا الإدارة الأمريكية بتصنيف أنصار الله جماعة إرهابية لكنني أسأل ما وقع ذلك على المستوى الإنساني والجواب وقوع مجاعة هائلة لم نشهد مثيلا لها منذ أربعين عاما ثانيا هل منح وكالات الإغاثة إعفاءات يمنع ذلك؟ وجوابي كلا ثالثا ما الذي يدرأ هذا الخطر؟ الجواب التراجع عن القرار الأمريكي من جهة وصف ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية دراجة واشنطن حركة أنصار الله على لائحة المنظمات الإرهابية بحكم الأعدام الحرفي على مئات الألاف إن لم يكن ملايين الأبرياء في اليمن بيزلي وخلال إحاطة لمجلس الأمن دع الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها كما دعا دول الخليج إلى تحمل المسؤولية المالية من أجل توفير احتياجات اليمن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت عربت أيضا عن مخاوفها من أن يؤثر تصنيف واشنطن حركة أنصار الله منظمة إرهابية على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين اليمنيين مدير العمليات في اللجنة دعا الدول التي تفرض مثل هذه الإجراءات إلى النظر في الاستثناءات الإنسانية للتخفيف من أي تأثير سلبي على السكان وعلى المساعدات المحايدة قالت حكومة صنعاء أن استمرار الأمم المتحدة عبر مبعوثها في العمل الروتيني وتجاهل الحصار يجعلها في موقع المتهم بالتواطئ مع دول التحالف وتهمت صنعاء الأمم المتحدة بالضغط عليها عبر الملفات الإنسانية في المفاوضات كما تفعل قوى التحالف في المعركة العسكرية تقرير أحمد زبيبة لا نية للأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن هذا ما تقوله حكومة صنعاء ففي مجمل زيارات المبعوث الأممي مارتين غريفث لصنعاء وللأطراف الآخرين لم يطرح وقف الحرب والحصار كشرط أساسي للجلوس إلى طاولة الحوار وما جرى ليس سوى محاولات للضغط في الجوانب الإنسانية لتمرير أهداف السعودية والإمارات عبر المبعوث الأممي هذا الابتزاز نستطيع أن نقول أنه يتم من خلال ممارسة ضغوط الأمم المتحدة لجوانب في الجانب الإنساني بغيات تحقيق أهداف معينة للعدوان ووعود في عملية إيقاف العدوان والسلام فيما الشعب اليمني محاصر مستقبل الحل السياسي في اليمن مجهول المعالم حتى اليوم ولا أفق لمشاورات مقبلة وكما يقول مراقبون فإن السعودية في مأزق سياسي للخروج بماء الوجه في حرب اليمن ولكنها تنتظر الإدارة الأمريكية الجديدة لتحدد سياساتها في المنطقة الرياضة اليوم هي في مأزق سياسي هي تنظر إلى تغيير الإدارات الحالية هي تنظر إلى مرحلة تريد أن تخرج بشيء من وقع الوجه وربما أن أعلان المبادى الذي قدمه المبعوث الدولي لا يلبي لها بعض المطالب التي كانت تسعى إلى تحقيقها السعودية والإمارات هما من يعرقل مسودة الإعلان المشترك الذي طرح من قبل المبعوث الأممي على الأطراف اليمنيين كنافذة نحو السلام كما تقول صنعاء فهما تريدان تحقيق أطماعهما في البلاد ونهب ثرواتها وإدامة فترة الصراع مطالب حكومة صنعاء تتلخص في ضرورة إعلان موقف واضح وصريح يجب أن يصدر عن المبعوث الأممي لليمن مارتين غريفاث في قضيتي الحرب والحصار رغم تدخلات العرقلة من السعودية والإمارات أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين فاصل نتابع بعده مباشرة السابعة مجدداً حياكم الله دانت دمشق اتهامات الإدارة الأمريكية لإيران وادعاءاتها بشأن دعم طهران للقاعدة مصدر في الخارجية السورية قال أن الافتراءات الأمريكية محاولة لرفع التهمة عن الإدارة الأمريكية الرعناء وإلصاقها بالآخرين وشدد على أن القاعدة وتنظيمات أرابية كثيرة هي صناعة أمريكية بامتياز وإحدى أدوات واشنطن لترويع الشعوب مؤكداً وقوف سوريا وتضامنها الكامل مع إيران في وجه ما وصفه بالهذيان الأمريكي بعد انكفاء أمريكي خلال السنة الأخيرة من حكم ترامب واقتصار وجود ما تبقى من قوتها حول حقول النفط السورية تبدو واشنطن عازمة على إعادة إحياء مشروعها في الشرق السوري بضرب أي وجود عسكري لدمشق أو لحلفائها مستعينة بتجنيد مسلحي داعش وسلاح الجو الإسرائيلي تقرير ديما ناصيف طائرات التحالف الأمريكي تقلع من القواعد الأمريكية في العراق من دون توقف منذ أكثر من عشرة أيام لتنظيم عملية نقل معتقلي داعش في سجون قصد في غويران والصناعة بمدينة الحسكة إلى قواعدها في العراق بحسب ما أكدت مصادر أمنية للميادين المصادر أوضحت أنه يتم تجميع عدد من السجناء يوميا غالبيتهم من العراقيين في المدينة الرياضية في حي غويران ويتم نقلهم بالمروحيات تحت إدارة وإشراف أمريكيين الدفعة الجديدة من معتقلي داعش وجهتها الحدود العراقية ومهمتها استكمال القتال والهجوم على مواقع الجيش السوري وحلفائه في باديتي سوريا والعراق والعملية ليست الأولى فالاحتلال الأمريكي كما أكدت مصادر الميادين نقل خلال الربع الأخير من العام الفائت العشرات من معتقلي التنظيم لديه من سجون الشداد والحسكة إلى منطقة 55 كم في التنف وجندتهم لشن هجمات على مواقع الجيش السوري في البادية وهذا ما يفسر النشاط المتصاعد لخلايا تنظيم داعش أخيرا ضد مواقع الجيش السوري وحلفائه واشنطن تعيد إحياء مشروعها في الشرق السوري والضغط للدرجة القصوى ضد حلفاء دماش لقطع الممر البري بين دول محور المقاومة واستمرار استنزاف قوات الجيش السوري والحلفاء على طرفي الحدود والمشروع بات يستند أكثر فأكثر إلى الدعم الجوي الإسرائيلي أكثر من 18 غارة إسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة ومقارة عسكرية للجيش السوري والحلفاء في دير الزور وباديتي البوكمال والميادين في خط جبهة يمتد لأكثر من 130 كم والدعم يتم بتنصيق استخباري كامل بين واشنطن وكيان الاحتلال إسرائيل تمد الحرب شرقا في تكثيف واضح لحربها على الوجود الإيراني في سوريا وإعادة التأكيد بأن هذا المسار مستمر ويقطع الطريق على أي تغيير محتمل في السياسة الأمريكية في المنطقة عشية وصول بايدن إلى البيت الأبيض ديمناصف دماشق الميادين في العراق اعتصامات مطلبية أمام الوزارات لتوفير فرص العمل للطلبة والخريجين الجدد الذين يطالبون من جانبهم المعنيين بتعيينهم في إدارات القطاع الحكومي تقرير عبدالله بدران هكذا هي حالهم منذ أشهر اعتصامهم يقترب من إتمام عامه الأول هم ببساطة خريجون باحثون عن تعيين في هذه الدوائر هنا مناوباتهم مستمرة للبقاء في حركة احتجاج ضاغطة يمكن أن تسفر عن فرصة عمل احنا مطالبنا هو حقنا وهو تعيين ان شاء الله إذا تحقق مطالبنا وتعييننا وحصنا على أمر الإدارية ان شاء الله بذلك الوقت يلا نشيل خيامنا كثيرون كالمعتصمين هنا حددوا مطلبهم بالحصول على وظيفة في العاصمة العراقية بغداد يتكرر هذا المشهد أمام عدد من الوزارات من مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة حيث مقر الحكومة والبعثات الدبلوماسية ومن أمام الهيئات والدوائر ومكاتب المستثمرين جون النواب يوعدون يوعدون ونحن اتفاجأنا نزلت الموازنة جاء القراءة الثانية راح تخلص ونحن ما موجودين هؤلاء هنا يؤكدون أنهم ليسوا معنيين بأي ضغوط غاياتها سياسية لا على الحكومة ولا على مجلس النواب ثم تعالم آخر من تظاهرات العراق في الناصرية مركز ذيقار بعنوان نريد وطنة وفي السليمانية لأسباب معيشية وثمت تنسيقيات تسيطر على الساحات تحكم قفضتها مرة وترخيها مرة أخرى هذه التنسيقيات في وسط وجنوب العراق تحديدا لم تعلم بشكل محدد وواضح كما يقول خصومها عن خياراتها ومطالبها بل إن متقديها يرون أنها تمثل ضغطا مستمرا بلا هدف فهي نادت وتنادي بشعارات على شاكلة الدعوة إلى تغيير النظام السياسي بكامله ولها غطاؤها في الساحات أو بين العشائر ولا ضمانة لمنع الاحتكاك مع لمن العراقي هناك رغبة شعبية بأن يتمي الأصلاح بصورة صحيحة لذلك لن يتوقف الشارع العراقي عن المطالبة فالتظاهرات هي عبارة عن عمل جماهيري سيتراكم ويستمر مع امتداد الفساد والمطالبة بالحقوق انتخابات يأمل الشارع والقوى أن تفتح الطريق أمام الجميع عبدالله بدران بغداد الميادين إلى فلسطين المحتلة حيث أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن الرئيس محمود عباس سيستقبل في العشرين من الشهر الجاري رئيس لجنة الانتخابات المركزية حن ناصر وسيسلمه المراسيم الرئاسية المتعلقة بمواعيد إجراء الانتخابات الأحمد وفي حديث لإذاعة صوت فلسطين رجح إجراء الانتخابات التشريعية في الثاني والعشرين من أيار مايو المقبل على أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعدها بشهرين اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي واحدا واربعين فلسطينيا معظمهم من محافظة رامالله وبلدات القدس وفق ما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني وأشار النادي لارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين الأسرى والمعتقلين واستنكر استمرار الاحتلال في الاعتقال وتحويله الوباء إلى أداة قمع وتنكيل رغم كل المناشدات والمطالبات المستمرة بالإفراج عن الأسرى ولا سيام المرضى منهم وكبار السن الأمم المتحدة طلبت سلطات الاحتلال بضمان الوصول السريع والعادل للقاحات الخاصة بفيروس كورونا إلى الفلسطينيين أسوة بالإسرائيليين بموجب اتفاقية جينيفر الرابعة خبراء أمميون أشاروا إلى أن برنامج التطعيم الإسرائيلي الشامل لم يشمل الفلسطينيين وعدوا هذا التباين وعدوه في الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة أمرا غير مقبول وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن العالم الثاني لجائحة كورونا قد يكون أشد من عامها الأول بالنظر إلى مدى انتشار الفيروس بدخولنا في السنة الثانية فإن الوباء قد يصبح أقصى وفقا لطريقة انتقاله وبعض الوقاء التي نراها لذا يجب علينا النظر إلى الإيجابيات التي تم تحقيقها في العديد من الدول ونقل التجارب إلى الآخرين علينا تعلم الاستفادة من الدروس والتجارب لكل الدول بما فيها الولايات المتحدة الرئيس التنفيذي لشركة موديرن ستيفن بانسل قال أن فيروس كورونا المستجد سيظل موجودا إلى الأبد وذلك خلال مؤتمر للرعاية الصحية وأشار إلى أنه يعتقد أن لقاح كورونا الذي طورته شركته سيكون فعالا ضد الإصابة بأي من متغيرات الفيروس الجديدة يأتي هذا فيما تحقق ونرويج وفاة ثلاثة وعشرين شخصا بعد تلقيهم لقاح فايزر من دون أن تعلن نوع اللقاح المستخدم بيان للوكالة أوضح أن الأثار الجانبية الشائعة للقاح ربما ساهمت في تفاقم المرض لدى كبار السن والمصابين بأمراض خطيرة توجه إلى القاهرة اليوم عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول شمس الدين كباشي في زيارة رسمية وتهدف زيارة الكباشي بحسب مصادر مطلعة إلى إطلاع القيادة المصرية على ما سمته الاعتداءات الأثيوبية الأخيرة على الحدود السودانية وذلك في إطار حملة دبلوماسية ستقودها الخرطوم لتوضيح حقيقة ما يجري مع إثيوبيا أعلن الجيش الإثيوبي مقتل القيادة في جبهة تحرير تيجري وزير الخارجية الأسبق سيوم ميسفن وآخرين خلال معركة عسكرية في الإقليم الشمالي البلد الجيش أوضح أنه تم القضاء على أربعة من قيادي جبهة تحرير تيجري بعد تبادل لإطلاق النار مع الجماعة المسلحة في أغاندا تشهد الانتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد منافسة قوية بين الرئيس الحالي الذي يتولى المنصب منذ خمسة وثلاثين عاما وعشرة مرشحين آخرين ويحق لأكثر من ثمانية عشر مليون ناخب لإدلاء بأصواتهم في ظل إغلاق الحكومة حسابات الفيسبوك في البلاد قبل ساعة من الاقتراع بكبسة زر تصبح خارج منظومة مواقع التواصل الاجتماعي وبكبسة أخرى تعود أو يجمد حسابك سلطة تملك هذه المواقع لا أحد يستطيع محاسبتها حتى أقوى رجل في العالم ويبالتأكيد ليست مؤسسات تجارية أو خيرية فقط إنما لديها قطع أجندات خاصة وارتباطات بأجهزة ودول بين كلام الرئيس التركي رجل طيب أردوغان عن عزم بلاده على تصدي لشركات التواصل الاجتماعي التي تعتبر نفسها فوق القانون وسعي تركيا لإيجاد منصات إلكترونية بديلة عن تطبيقات عالمية مثل واتساب وبين وقف أوغاندا مواقع التواصل الاجتماعي ولسيما فيسبوك قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد لتدخلها في مسار الانتخابات تتجسد قدرة هذه المواقع على التأثير على الناس في العالم تعليق تويتر وفيسبوك ويوتيوب وسناب شات حسابات رئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب دلالة قوية على قدرة هذه المواقع ومن يمتلكها من رجال أعمال ومطورين على التأثير في صناعة الرأي العام وقولبته وفق توجهاتهم هم الأمروبة يشمل رؤساء وسياسات دول بعدما اقتصر طويلا على محاربة مضامين منشورات بعينها كالدعمة لفلسطين مثلا فيسبوك صممخ ورزمية تضم عددا من الكلمات التي يتعرضوا مستخدموها للمنع فورا على الموقع الأزرق مثل شهيد، مقاومة، غزة، حماس وغيرها المنع سحب أيضا على تطبيقات معينة مثل بارلي الذي رفضت شركتا جوجل وأبل تنزيله في متاجرها الإلكترونية عبر الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والسبب أن بارلي هو التطبيق الذي استخدمه مناصر ترامب بكثافة للتحضير لاقتحام مبنى الكابيتل هول الشركتان عملاقتات تكنولوجيا الأمريكية اعتبرتا أن عدم سن تطبيق بارلي قوانين صارمة فيما يخص التحريض على العنف هو السبب للمنع ما يحدث أخيرا في المساحة بين الواقع ومواقع الشبكة العنكبوتية يطرح العديد من التساؤلات حول حدود حرية التعبير والرأي حق أساسي من حقوق الإنسان يفترض أن تكفله القوانين والدستير نظريا ولكن في الواقع تبين أن مؤسس تويتر جاك دورسي مثلا يستطيع انتهاك هذا الحق بكبسة زر ليعاقب رئيس الولايات المتحدة على أراء يعتبرها الأربيني دورسي مخالفة لسياسات شركته وهي شركة يستخدمها أكثر من 150 مليون مغرد حول العالم تسعى باكستان لضم 14 طائرة مقاتلة من طراز جي اف سبعة عشر إلى سلاح الطيران لديها في مسعى منها لتغيير المعادلة العسكرية في المنطقة الأمر الذي وصفته الهند بالخطوة التصعدية التي تهدد أمن المنطقة تقرير بكر يونس مخاوف هندية آخذة في التصعد مع بدء باكستان دمج الطائرات المقاتلة جي اف سفنتين ضمن السلاح الجوي الطائرات التي تم تطويرها بين باكستان والصين تعتبر الأحدث التي تتسلمها باكستان في مسعى لتطوير قوات العسكرية ولا سيما سلاح الجو نثمن عاليا الدعم الصينية لنا التعاون العسكري بين الصين وباكستان أصبح واقعا مثمرا وهذه الطائرات هي نتيجة هذا التعاون المستمر والمنتج لكل البلدين وزير الخارجية الصيني أوضح التزام بلاده بالتعاون مع باكستان لتحقيق الاستقرار والأمن لا للتصعيد العسكري وذلك ردا على ما كشفته مصادر أوروبية عن وجود لوبي هندي يعمل على الإساءة إلى الصين وسياساتها وتشويه صورة باكستان لدى المجتمع الدولي لحثي على توقف عن التحدث بشكل سلبي ضد التحركات الهندي في كشمير ما يقلق الهند هو أن التعاون الصيني الباكستاني على المستوى العسكري هو في أحسن صوره حاليا والهند تعتبر أن هذا التعاون تهديد لأمنها القومي الصين تواجه وضعا مماثلا الآن لناحية توجيه الهند التهم لها كما تعمل مع باكستان وهذا الأمر يتضح من خلال تصريح قائد الجيش الهندي الذي يصف الدعم العسكري الصيني لباكستان بالتهديد لأمن الهند القومي موجة التصعيد بين الهند وباكستان لم تهدأ ولا سيام أن الأخيرة تتسعى إلى تعزيز دورها الإقليمي والدولي وإجبار الهند على التراجع عن قرارها بضم الأراضي الكشميرية بالقوات العسكرية تطور باكستان قواتها العسكرية الجوية لترجيح المعادلة لصالحها وهو ما طر فيه الهند تحديا عسكريا وأمنيا مباشرا لها الخبر الأخير من فانزويلا حيث كشف الرئيس نيكولاس مادورو أن المبعوثة الأمريكية الخاصة لإيران وفانزويلا إليوت أبرامز عرض على زوجته سيليا الطلاق منه والعيش برخاء في أي بلد تختاره وفي خطاب تلفزيوني عبر قناة البتوازو الفانزويلية قال مادورو أن زوجته رفضت عرض المندوب الأمريكي وأرسلته إلى الجحيم بابتسامتي اللطيفة وضاف يا رفاق هم لا يخجلون من فعل أي شيء حتى أنهم لا يحترمون الأسرة النشرانتات في ختامها تذكير بالعناوين واشنطن تفرض قيودا جديدة على تصدير تقنيات قد تستخدمها جيوش روسيا والصين وكوبا ودول أخرى الجيش الإيراني يرصد غواصة مجهولة قبل اقترابها من منطقة مناوراته ويجبرها على المغادرة سريعا لأفروف يحذر من سياسات واشنطن وحلفاء في المنطقة ويصف تصرفاتهم كالفيل في متجر لبيل أطباق أمم المتحدة تحذر من مجاعة غير مسبوقة في اليمن نتيجة تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية وبرنامج الأغذية العالمية يصفه بحكم إعدام بحق اليمنين ترجحات بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في أيار مايو المقبل والرئاسية بعد بشارين مدورو يكشف أن آليوت أبرمز عرض على زوجته الطلاق والعيش في رخائن حيث تريد لكنها أرسالته إلى الجحيم بابتسامة لطيفة مزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية إلى اللقاء